السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة رح نحكي فيها عن الدوري الإنجليزي سبت الناري اللي عم بيتظرنا و رح نحكي فيها عن ديربي ميلانو ديربي الغضب بين انتر ميلان و ايسي ميلان بس قبل ما نبدأ بالحديث خلوني أعرفكم على نفسي أنا اسمي حميد كيالي أنا من سوريا وتحديدا من مدينة حلب من عشاق كرة القدم بتابع كرة القدم من أكتر من 20 سنة تقريبا بشجع ريال مدريد و منتخب ألمانيا بس لحتى تعرفوا ميولي رياضيا ولكن بشكل عام لما بحكي على كل الفرع بحاول أكون دائما شخص حيادي بيحكي من وجهة نظر كروية حقيقية و ليس من وجهة نظر عاطفية هلأ خلونا ندخل بالتفاصيل قبل هيك كمان خلوني أشكر الكابتن محمد عواد على إتاحت الفرصة لألي لحتى أتواصل معكم عن قرب أكتر عبر منصته على اليوتيوب و إن شاء الله بشوفكم بشكل مستمر دائما هلأ خلونا ندخل على حلقة البرنامج سبت ناري بانتظارنا بصراحة بالبرمير ليج في مباريات عديدة بس رح نحكي على ثلاث مباريات اليوم المباراة الأولى إفرتون و ليفربول ديربي المرسي سايد الديربي اللي رح يجي بعد التوقف الدولي بظروف متبينة للفريقين إفرتون الفريق اللي كسب احترام وتعاطف الجميع ليس حبا بإفرتون فقط بل أيضا بحبا بالعبقر الإيطالي كارلوانشيلوتي اللي قدر يعمل ويخلق فريق منافس شكله حلو على أرض الملعب عنده منظومة لعب واضحة عم نشوفها بمبارياته منذ بداية الموسم منظومته بتعتمد على قوة دفاعية مع مساعدة هجومية من الأظهرة إن كان لوكاس دين أو كولمن مع ترابط وتقارب بين خطوط الوسط والدفاع لمسات خامس، صراعات ريتشارلسون على الجناح الأيسر وطبعا الحاسة التهديفية العالية جدا لكارفرت لوين منذ بداية الدوري هذا المشروع اللي خلقه الصفقات اللي عملة أنشيلوتي بالصيف عم نشوف نتائجه على أرض الواقع في أول أربع مباريات بالدوري خلتنا نشوف إيفرتون بهالصورة الحلوة بهالصورة الممتعة اللي خلتنا نفكر أنه لازم نتابع مباريات إيفرتون بغض النظر إذا كنا منشجعه أو ما منشجعه كل هاي الظروف الحلوة اللي عم يعيشها إيفرتون على عكس الظروف ليفربول بالوقت الحالي أنا برأيه منذ بداية الدوري وعودته ليفربول أنا برأيه فقد عنصرين مهمين جدا هذا الموسم مقارنة مع نهاية الموسم الماضي الفارق الزمني ليس ببعيد بس فيه شغلات فقدة ليفربول أنا برأيه العنصرين المهمين جدا أنا برأيه هي الصلابة الدفاعية والصلابة الذهنية شغلتين كانوا نقطة قوة لليفربول بالموسم الماضي والموسم اللي قبله فقدوا ليفربول مع بداية الموسم والمثال الأكبر على فقدانه لقوته الدفاعية كان بمباراته الأولى أمام ليز يونيتد الخصم قدر يوصل بسهولة لمناطق ليفربول وقدر يسجل ثلاث أهداف والخصوم حتى اللي بعد ليز يونيتد يعني ممكن لأنه حدا فيكن يطلع يقول ليز فريق هجومي رح يوصل لدفاعات أي خصم بس حتى الفرق والأندية اللي هم تواجه ليفربول وما لا أندية هجومية بحتة عم تقدر توصل عم تقدر تشكل خطورة وعم تقدر تسجل أهداف بمرمى ليفربول فيه ضياع كامل لخط دفاع ليفربول منذ بداية الموسم والنقطة الثانية اللي فقد ليفربول أنا برأيه مع عودة دوري هي فقدانه للصلابة الذهنية ومباراة أستون فيلا الأخيرة أنا برأيه هي المثال الأكبر ليفربول فريق بحجمه بتاريخه بعراقته بقوته بالموسمين الماضيات يعني ممنوع يخسر سبعة مع أي فريق فما بالك مع أستون فيلا خسارته بالسبعة بتدل على فقدانه للصلابته الذهنية اللي كانت معروفة عنه ليفربول لما أقصى برشلونة بالريمونتادة أقصاه ذهنيا قبل فنيا قبل أي شيء تاني على أرض الملعب فهدول الشغلتين أنا برأيه هنين أكبر اختبارين لا يورغان كلوب بالفترة القادمة لا يشتغل عليهم مرة تانية لأنه عم نشوف أرنولد وروبرتسون دفاعياً نفريق مع بستفيد منهم وهجومياً بالمباراة الثلاثة ما شفناهم أبداً في غياب لفرمينيو هجومياً بس هجومياً ليفربول ما بينخاف عليه يعني مع وجود الكالنتارا المفروض يدخل بالمنظومة أكتر وأكتر مع وجود صلاح وماني وهلأ دياغو جوتا المفروض هجومياً ليفربول ما يكون تحت الضغط خلينا نشوف المباراة رح تيجي بعد توقف الدولي والتوقف الدولي هو قتل الرتم الأندي اللي كانت عم تشتغل قبل توقف الدولي لحتى نشوف كيف بعد توقف الدولي يورغان كلوب وكارلو انشلوتي رح يقدروا يتحكموا بأنديتهم بمباراة ديربي مثل هذا الديربي المباراة الثانية هي مباراة ماشستر سيتي وأرسنال أرسنال اللي أنا حبيت فيه كتير مشروع أرتيتا اللي أصبح واضح المعالم هذا المشروع أنا برأي اللي بنا أرتيتا بفترة أصيرة سمح له أنه يتتوج ببطولتين مع نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم خلق أوبام يانج إجدت عقده وخل الإدارة تعمل صفقة بارتي باليوم الأخير من سوء الانتقالات هذا كله بسبب مشروع أرتيتا اللي خلقه واللي بناه بفترة أصيرة قبل أرتيتا أرسنال ما كان عنده مشروع ما كان يعني معروف أو واضح وين رح يروح أرسنال بالسنوات القادمة بس هلأ كلنا منقدر نعرف أنه أرسنال خلال ثلاثة أو أربعة سنين المفروض يرجع ينافس على بطولة الدولة مرة تانية ومفروض نرجع نشوفه بالشامبينز ليك بين الكبار مرة تانية الاعتماد على الشباب بناء اللعب من الخلف كل أشياء جميلة عم بيقدم أرتيتا مع أرسنال بالإضافة لحصده للبطولات وهذا كان أهم شيء يعني العامل المعنوي وعامل الثقة موجود صار والمشروع موجود الشباب اللي ممكن يخدموا النادي لفترة طويلة موجود واللعب الجميل اللي ممكن يوصلك للنتائج موجود فأرتيتا مع أرسنال أنا برأيه بالطريق الصحيح لثلاثة أربعة سنين لحتى نرجع نشوفه مرة تانية مع كبار 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 إنجلترا على عكس الستي اللي بدايته غير مقنعة أبداً بدايته ضعيفة وما بتلبق وما بتليق بفريق بحجم الستي وبحجم بيب غورديولا بس الستي عم بيعيش أنا برأيي مشاكل منذ الموسم الماضي يعني إذا بنرجع شوي لورا نهاية الدوري الموسم الماضي بفارق شاسع الليفربول كانت مشكلة كبيرة لبيب غورديولا والستي خروجه على يد ليون بدوري أبطال أوروبا بعد أقصاؤه لريال مدريد كانت برأيي مصيبة بالنسبة لأغورديولا عدم ثقة الجماهير والإدارة والإعلاميين ببقاء بيب هذا الموسم منذ الموسم الماضي كمان أثارت كتير من الشكوك ميسي يجي على مانشستر سيتي والرحيبه ببرشلونة كانت شوية أفكار ما كان حدا بيعرف كيف سيتي رح يكون بالموسم الجديد وهلأ البداية مع بيب وحتى الإعلام عم بيركز على قضية إنه هل بيب سيبقى للموسم القادم ولا لا كمان ما بنعرف فهذه الأشياء كله أنا برأيي يعني لازم تنحل بأسرع وقت ممكن بقاء بيب من عدمه لحتى الستي يرجع يركز مرة تانية على أرض الملعب بس الستي ما حل مشاكله اللي كانت موجودة بالموسم الماضي أنا برأييي يعني مشكلة الستي الموسم الماضي كان دفاعية قبل أي شيء تاني روبن دياز وناثان أكي لعبين جيدين بس جيدين فقط مالون فندايك مالون كوليبالي أنا برأيي كان كوليبالي كان لازم تكون الصفقة الحقيقية للماشتر سيتي ولابب جورديوليا بهذا الموسم لأنه لاعب متل هات كان ممكن يغير لك شكل منظومتك الدفاعية ويسمح لك تلعب بالطريقة اللي انت بتشوفها هجوميا وبتتفلسف فيها كتير وبتحط فيها عدد لاعبين كبير لحتى ينفزوا مهامك اللي بتطلب منه لكن هذا الشي ما صار روبن دياز لاعب جيد بس أنا ما بتوقع انه هو لاعب رح ينقل منشستر سيتي من جيد أو عادي دفاعيا إلى ممتاز أنا بتصور هو رح يزيد جودة السيتي دفاعيا وناثان آكي ممكن يزيد عمق التشكيلة بجانب لابورت حتى مشكلة الظاهير الأيسر يعني بدي للمندي حقيقي ما في ففي كتير مشاكل أنا برأيي عند السيتي ما نحلت بسوق الانتقالات بالإضافة انه غياب خيسوس وأجويرو عن أول مبارايتين للسيتي واللعب بمحورين دفاع رودريغو فرناندينيو يعني خلى السيتي منقوس من لاعب بمنظومته الهجومية أنا برأييه دي بروين مع ستيرلينج مع محرز أو برناردو سيلفا الثلاثي هاد لحاله ما كان عبي كفي بدون وجود رأس حربي فأنا بتصور كان بدون رأس حربي كان لازم يلعب بمحور واحد ويترك لاعب رابع يلعب بالمنظومة الدفاعية حتى فعلا نشوف قوة السيتي مرة تانية هجوميا السيتي قوي أنا برأيي رح ينافس بنهاية الموسم على الدوري والسيتي يعني ما عنده كتير مشاكل كبيرة بس أنا برأيي إذا بيقدر بيحل مشاكله الدفاعية بالأوراق اللي صارت عنده ممكن نرجع نشوفه مرة تانية منافس قوي مع ليفربول بنهاية الموسم بس هي قمة بين الاستاذ والتلمين وخلينا نشوف مين رح ينتصر فيها مرة تانية نروح لمباراة التالت اللي هي ماشستر يونايتد ونيو كاسل نيو كاسل اللي بدي بانتصارين بتعادل وخسارة بأول أربع مباريات أنا برأيي رصيد جيد لفريق مثل نيو كاسل ما عنده طموح أن ينافس على دوري الأبطال أو حتى على المراكز الأوروبية على عكس خصمه ماشستر يونايتد اللي الجميع توقع بنهاية الموسم الماضي أنه رح ينشوف ماشستر يونايتد فريق منافس حتى في بعض النقاد والإعلاميين بترشيحاتهم لبطل دوري الإنجليزي وضعوا ماشستر يونايتد على الرأس القائمة هذا الكلام ما عم نشوفه بلغة الحالي أنا برأيي الشخصي ماشستر يونايتد يعني ما عنده كتيشي أدمه مع سول سكاير بالظروف الحالية سول سكاير مدرب جيد إجاب يعني هيك مرحلة طوارئ سوى الفريق شكله حلو بس أنا برأيي أنه ماشستر يونايتد وصل لمرحلة لازم يجي فيه مدرب بيطور هذا الفريق اللي عنده لأنه صار عنده فريق جيد نوعا ما مدرب مثل بوشيتينو مثل أليغري مدربين يعني ياخدوا ماشستر يونايتد لفل الأعلى أو ياخدوا ستيب أعلى يعني لأنه سول سكاير أنا برأي هي إمكانياته المدرب ما عنده شيء أدبو يعني دفاعيا الفريق سيئ جدا وما يعني عمل على تدعيم هذا الخط اللي هو أكبر مشاكله يعني لا الزهير الأيسر بدل لوك شو ولا مدافع جنب مكواير اللي هو أغلى مدافع بالعالم ولي هو بصراحة أوفر ريتد كتير أنا برأيي يعني ما بيستحق يكون أغلى مدافع بالعالم بوك بمع بأدي ثلاثي الهجوم اللي كان منفجر بنهاية الموسم الماضي مارسيال للراشفورد وغرينوود بعاد كلهم عن مستواهم في مشاكل بدنية فنية ذهنية أنا برأيي واطحان ماشستر يونايتد ما بعرف إذا سول سكاير قادر يشتغل عليها بس لازم نعرف أنه حتى بعد مباراتهم عن يو كاسل فيه أربع مباريات وربعات لماشستر يونايتد من المستوى الكتير عالي تشيلسي وأرسنل بالدوري الإنجليزي وإيفرتون وبدوري أبطال أوروبا مع باريس سن جرمان فنحن هم نحكي على مباريات كتير صعبة خلينا نشوف ماشستر يونايتد كيف رح يحضر حاله لهذه الفترة مارسيو سكايري وإذا هي رح تكون الفترة الأخيرة لإلو كمدرب ولا إذا نجح بالخروج من لهم بأقل الأضرار ممكن نشوفه حتى نهاية الموسم بالنهاية رح نحكي على ديربي الغضب ديربي إيطاليا خليني أسميه إنتر وميلان ميلان اللي عم بيبدأ يمكن أفضل بداية منذ سبعينيات القرن الماضي ثلاث مباريات ثلاث انتصارات بدون تلقي أي هدف مداورة كبيرة بالتشكيلة أكتر من نجم صار فيه يعتمد عليه داخل التشكيلة الرئيسية أنا برأي أفضل قرار أخذته إدارات ميلان كله مجتمعة هي إبقاء ستيفانو بيولي مدربا لميلان بنهاية الموسم الماضي هذا القرار هو القرار الوحيد الصحنا برأيه منذ القرار الخاطئ اللي استمر بعده كتير قرارات خاطئة وكان إقالة الليغري بتلك الفترة فالميلان جاهز أنا برأيه الميلان عم بيطالع صورة كتير حلوية عم بيرجع جمهوره حتى يعتقدوا مرة تانية أنه ممكن الميلان مرة تانية نشوفه بين الأربع الكبار أنا برأي ترشيحات بكيرة عليها أنه نشوف ميلان بالأربع الكبار لأنه في أطلانتو وفي لاتسيو وفي إنتر وفي يوفي وفي كتير أندية يعني ممكن تنافس بس الميلان يعني رجعنا شوية ثقة كمحبين ميلان أنه نشوفه مرة تانية عم بيلعب أدوار مهمة ورئيسية بالدوري الإيطالي ضد منافس أنا برأيه مع مدرب عم بيلعب موسم البطولة لأنه ما في أي حجج متبقي عند كونتي مع نهاية الموسم الحالي التدعيمات اللي حصل عليها من إدارة إنتر ميلان أنا برأيه كافية لحتى أكيد تخليه يأخذ اللقب بنهايته أشرف حكيمي فيدال كولاروف عودة بريزيتش مع كل التعاقدات بالموسم اللي قبله أنا برأيي إنتر ميلان عنده أفضل سكواد بالدوري الإيطالي بدون بدون نقاش أنتونيو كونتي راتبه السنوي 12 مليون بينما المدرب الثاني أعلى أجراً بالدوري الإيطالي راتبه مليونين ونص نحن عم نحكي على فروقات خيالية فأنت مادياً كل متطلباتك تحققت فنياً على الأرض الملعب كل متطلباتك تحققت المطلوب منك هلأ تنافس تاخد الدوري ضد جوفانتوس مع مدرب شاب ضد ميلان هلأ عم بيكتشف طريقه من جديد ضد لاتسيو ما عنده نفس طويل واتلانتا فريق هجومي وسيء دفاعية بصراحة كل المكونات اللعبة بتصب بصالح إنتر أنا برأي إنتر مرشح للقب في حال قدر يأخذ الظروف خدمته خلته تاخد خمسة أو ستة أو تمناط على جوفانتوس مع بداية الدوري وقته أنا بتوقع أن نشوف كونتي مع إنتر ميلان أبطال الدوري بنهاية الموسم سبت كوراوي ناري عم بيستنانا خلينا نشوف كيف رح تنتهي المباريات أنا هون بتكون خلص حديثي معكم بتمنى تشاركوني بالكومنتات وتعليقاتكم على كل شي حكيتوا بالحلقة وإن شاء الله بشوفكم بحلقات قادمة شكرا للكم ومبسوط أنه تعرفت عليكم وإلي الشرف أنه تعرفت عليكم وبنشوفكم بحلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته